موسيقى ومصر خير والفل للكم مشاهدينا يسعد مساكم في صهرة جديدة معكم صهرة عنوانها الحب والدفع عنوانها الصداقة ما بين الماضي والحاضر نقاش حلو ممتع منوعدكم فيه في مسانا لليوم ممسيكم بالخير صبايا موسيقى موسيقى موضوع اليوم ممكن شائك بس أعتقد أنه حلو كل واحدة فينا عندها شي حابة تحكي في حلقة اليوم صحيح خاصة لما يكون الموضوع بجوز إليه علاقة برأيه أجمل علاقات الإنسانية الصداقة صديق هو الإنسان اللي أنت بتختاره مش زي أخوك ولا زي أهلك هو حدا روحك روحه تألفت وتلاقوه وإنت اخترته عشان يكمل معك مسيرة معينة فدش هو هذا أحساس سامي أنا اليوم لما قرأت عن موضوع وحبت هيك أتبحر فيه أكتر فشفت الفرق بين الصداقة والصحبة بولك الصداقة هي مأخودة من كلمة الصدق فأنت لما يكون عندك صديق فهو لازم يكون صادق صدوق يعني صديق صدوق وصادق في كل مشاعره وفي كل حسيسه وفي كل كلامه معك عشان هيك تقدر تحكي عنه صديق أما الصاحب فهي من اللي مصاحبة إنه يكون معك طول الوقت سواء بشغل أو سواء بمسلا دراسة جامعية أو دراسة مدرسة هذا هو الصاحب اللي بيكون معك في وقت معين فلما نحكي عن صديق الصديق هو مش اللي بيكون معنا دايما الصديق هو اللي إحنا فعلاً منحب نكون معه لهيك صبايا يعني إحنا اخترنا موضوع الحلقة لنشوف إنه شو اللي بيشوه صحبتنا بهالأيام وكيف كانت صحبة أيام زمان هل اختلفت عن اليوم يعني كمان هذا الموضوع هو جدلي في المجتمع لأنه في كتير ناس بتلاقيها إنه عدد سنين صحبة مع بعض وبعد سنين هي فترقت لأجل مشكلة معينة أو خلاف معين فقديش مهم الثقة بين الصديق وصديقه يعني أنا موضوع الثقة كتير بحبها بين الأصدقاء موضوع يعني زي ما بقوله انسجام الأرواح وانسجام العادات بين هالصديقين كتير كمان بتعمل ترابط بين الأصدقاء صح أنا يمكن اليوم حب من أول الحلقة بلش أقرأ كومنتات الناس تفاعلوا معنا فيها حول هذا الموضوع لأنه حسيت قد هم كانوا حبين الموضوع حبيت التفاعل كمان فمثلا في معنى مشاركة من رند عمرو بتقول برأيها الصداقة ما بتختلف مع الزمن بمعناها يمكن بتختلف المواضيع المتروحة أيام زمان عن المواضيع المتروحة بين الأصدقاء هلأ بتختلف وسائل التواصل بين الأصدقاء بس برأيها الشخصي المفروض للصداقة بهالأيام تكون أقوى وأقرب من زمان بسبب توفر وسائل التواصل بينهم أكتر فش رأيكم انه هلأ فعلا حبي أحكي أنه رند هي كانت من أكتر الناس الأصدقاء اللي زمان حلو يعني أنه تفعله مع الموضوع رند كنا أنا إياها من صف ثاني لعن صف سادس طريبا مع بعض فكنا كل يوم مع بعض في المدرسة هاي صحبة 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 ما هو لسه أنا بدأ أقولها هلأ بتحكي عن الصداقة طيب أنا إلي زمان مش حكي معك فلاص هي لها عندك واحدة يا رند ضلت موجودة عندي على الفيسبوك لحاليا ممكن نتواصل آه كل فترة بس عن جد زمان ما بعرف إشي عنها ما بعرف أخبارها ما بعرف أي إشي شوفي أنا لما تنقشت معها بعد الكومنت حكت لها أنه معقول أنت بتخالفي رأي عامة الناس اليوم بقولوا أنه موقع تواصل اجتماعي بعادتنا عن أصدقائنا فهي بتقول أنه هي حاليا لأنها موجودة في رام الله وشغلها في رام الله فهي بتشعر أنه هي قادرة تواصل مع صاحباته ويمكن هي من الناس اللي إذا شافت أخبارك على الإسناب شات وتكون اعتبرت حالها وتواصلت معك تعرف أخباري صحيح يمكن الناس بتفكر برضو بهاي الطريقة بهاي الأيام ممكن طبعا بشي هو الإحساس أو فكرة الصداقة مش مربوطة بكل هاد الحكي لأنه فكرة الصداقة هي بتعبر عن معناها يعني نغم حكت إشي كتير مهم الصحبة هي اللي بتروح وبتيجي المرتبطة في بيئة معينة مرتبطة في مكان معين مرتبطة حتى في حالة معينة يعني أحيانا الواحد بيكون حزين فبتعلق بحده كتير سعيد أو بيكون فاشل فبتعلق بحده كتير ناجح بس هذا لا يعني أنه صار صديقة فكرة الصداقة مبنية على أنه هي تكون مجردة من أي مشاعر إلا مشاعر الصداقة فما بصبت إحنا نقول أنه وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على الصداقة لأنه الصداقة هي صداقة يعني سواء كان بوسائل التواصل الاجتماعي سواء على التليفون سواء إن شاء الله يعني بتهليفون كل خنى هذا هيك الشلة بتاخدها وين بتروح كمان المرحلة العمرية إلها يعني تأثير على موضوع الصداقة بمعنى لما كنا بمرحلة الابتدائي كان في إلنا أصدقاء لما بالإعداد كان في إلنا أصدقاء شلة الجامعة أصدقائها مختلفين عن صداقة العمل يعني هي في أربع خمس مراحل للصداقة الصديق اللي بدوم من الإبتدائية للثانوية للإعدادية للثانوية للجامعة وزمالة الشغل يعني ممكن أنه في كتير أصدقاء درسوا مع بعض 12 سنة بالمدرسة انتقلوا للجامعة كل حد اختار تخصص وبقيوا أصدقاء بعد ما تخرجوا كل واحد راح لعمله وبقيوا أصدقاء هاي الصداقة الحقيقية عندك لموذج متل هيك طبعاً أنا في أصدقاء اللي أكيد طبعاً أنا الأصدقاء اللي إلي من أيام المدرسة لسان على صداقتنا نفس ما إحنا أكيد يعني قليل الوقت اللي منلتقي فيه بس لساتنا أصدقاء أصدقاء يعني حابة كمان أعرف أنه إحنا كيف منشكل صداق حلو آه يعني بهذه الحلقة حابة نحكي أكتر أنه إحنا يعني مثلاً ماشي هذا الإنسان صديقي بس كيف صار صديقي هلا أنه مثلاً درست معه فترة طويلة يعرفته أكتر هلا أنه مثلاً ولا هي صداقة بتيجي هيك بلحظة يعني آه هي حالة يمكن هاي مشاركة من زميلتنا من وجه لها تحية عبرت بتقول أنه هي ما بتعرف فرق عن صداقت مبارح وصداقت اليوم الصداقة اللي بعيشها الإنسان هي تصالح وحب بطباعهم السيئة قبل المنيحة التماس العذر لاختلاف بيئاتنا وأهالينا وتجاربنا منبسط كل هالأمور في كلمة واحدة تقبل الآخر لأنه صديق وصداقة يعني فيها يأبيض يسود تفش فيها حيادية موجهة نظرها صديقك هو جزء منك مش خيار قدامك حسب الأشياء اللي بتجمعكم بمحدودياتها وفعلاً هذا اللي بتحسوه بيصير بينكم يا أصدقاء بسألك من كيف صرت صاحبك وكيف صرت صديقك ما بتعرف شو سببه خلص اكلاً احنا مشيوم مع بعض بس بتلاقي حالك إنك بتعزره لما يكون مجول بتوقف معه لما يكون حزين بوفاة بعرس يعني عنجد لما تصحاب زي ما بقولوا في تخرجك لما تصحاب في عرسك لما تصحاب لما يموت حدا من عائلتك بعيد الشر يعني عن الجميع بس بتلاقي عنجد الصحاب هما اللي بوقفوا معك بالشدائد فبيصيروا مع الزمن عنجد هما صحاب كمان موضوع مرتبط يعني مش مرتبط بالعدد يعني مش فكرة إنه أنا أكون شخصية جمعية فأنا عندي صداقات كتير هي الفكرة مبنية على الموقف حالة الصداقة هي حالة عفوية جداً بتصير بالضبط هي مساوية لحالة الحب إنه بأي لحظة مع أي حدا ممكن الإنسان خلص يصادق حدا بس الفكرة بتتعمق من العشرة يعني صديقك هو الإنسان اللي مرت أنت وياه اللي كل ما مرته بموقف زادت صداقتكم أكتر فهذا هو الحدا اللي بيكون ما بتقلب ما بتغير مع تغيرات الزمن مع الظروف اللي حواليه هذا هو الحدا اللي هو صديقك السهلة تسمي أسم خلينا بركي هيك السهلة تسمي أسم صديق مقرب لإلك تشعروا إنه لو قالوا لك اختار صديق في عندك أسم لصديق آه طبعاً طبعاً برجلها كل تحية حبيبتي رواند يعني هي من الأصدقاء اللي كتير كمان بحياته فرقتنا زي ما حكت مرح بجوز حتى الدراسة البيئة الشغل هاي بس كل يعني إحنا منخلص موضوع وهذا الأشي الحلو إنه نكون قاعدين منخلص الموضوع ممكن نغيب شهر نرجع لنفس الموضوع كم لو رد نخلص يعني هذا الأشي كتير حلو طبعاً آه في شي نحكي أول شيء من الأشياء اللي قرأتها على كومنتات وصدتني مبارح إنه الصديق الحقيقي هو مش بس أنه أنت ضلي معه ممكن آه بعد أسبوع أرن عليكي ما تردش علي أضلني أرن عليك أقول لك وينك برضه ما تردي عليك تكوني مدي أرجع أقول لك ردي عشان أعرف مالك فمن تبعديش مثلاً هذا هو صديق الحقيقي مش اللي مثلا والله رنت عليها مرة ما ردت رح أزعال رح أبطل أحكي معها فيعني الصداقة الحقيقية اللي أنا عم جد بحسها عم جد هي اللي أنتي قديش بعدتي لما ترجعي تاني يوم تشفيها حتبلش من اليوم اللي خلصت فيه وتكاملوا كل حكي يعني ممكن بتكم ليلتين مع بعض عشان تقدروا تحكوا كل الحكي اللي أنتو نفسكم فيه أجل يمكن سؤال اليوم كان شو اللي بيشوه هالصداقات أو شو اللي بيجمع الأصدقاء كانت مشاركة من زميل نغياث الجازي بيقول الخبازة تجمع الأصدقاء لكن برأيكم مشاهدينا شو فيه أشياء ممكن تجمع الأصدقاء مع بعض خلينا نتابع سوا طبعاً أغلب العلاقات بتكون كمصلحة صاحبي بيكون مثلاً بيكون هو صاحبه بيكونش يحبه أصلاً بس إنه عشان يطششوا معه ويطلعوا هم يويا وفي بعض منهم بيكونوا جد لعب يحبوا بعض وبدرسوا مع بعض وسبب إنه بجوز في سكنات بتعرف الشباب على بعض فهيك بتصير المحبة من الله يعني اللي بيحدد حسب شخصية الفرد اللي عقباله حسب تصرفاته معي هي اللي بتحدد إنه يكون صاحبي أو يكون لا يمكن تركت التفكير أو تكونوا يعني متفكين بيكون في بينهم أشياء مشتركة أو أحياناً تكون علاقة صادقة فهذا إشي منيح يعني بحدد العلاقة أكتر أكتر إشي اللي بحدد العلاقات الصدفة فيش محدد معين يعني الصدفة اللي بتجمع بين شخص والتاني مش أكتر أعتقد المصالح أحياناً الفلوس وبعض المواقف يعني الصحبة أو الصداقة الصادقة يسعد هالمسا مشاهدينا متابعي معكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج أنستونا بجوز أبرز إشي التفق عليه الناس هو الاهتمامات المشتركة طح دوماً صديقك يمكن تختلف إنت وياه بكتير أشياء لكن أكيد في قواسم مشتركة جمعتك مع أصدقائك ونحن نرى ما القواسم مشتركة لجمع ضيوفنا مع أصدقائهم وأداحبين يشاركونا في التجاربهم الشخصية في هذا الموضوع مرحل فيكم سيد أمجاد بوشكار يسعد مسار ويسعد مساكي ستائرة بلايبلي أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيكم طبعاً حلقتنا اليوم بتحكي عن الصداقة بشكل عام عن الصداقة كيف كانت زمان وصداقة كيف حالياً إنه مثلاً هل بيختلفوا هل بتنبنى على مصالح شخصية نبلش معك أستاذي تفضل شرائعك يعني أول شيء مساكي خير مساكي يا رب أشكركم على الإصدافة صحيح يعني كما قلت قبل الحلقة أقوى العلاقات الإنسانية بشكل عام بعد العلاقات الرحم والزواج هي علاقات الصداقة يعني إذا عدنا للذاكرة قليلاً بنعتقد كيف كانوا الآباء والأهالي أحياناً لما يواجهوا عقبة معينة مع الأبناء كانوا يكون ممكن في حدود معينة بينهم وبين ابنهم شو يعمل؟ كان يتوجه تلقى إما لصديقه ولا صديقته حتى صديقه يحكي معه طب هذا الحاجز اللي مكانش موجود إطلاقاً بين الصديق والصديق اللي خل الأهل أصلاً يتوجهوا للأصدقاء حتى يحكي مع أبنائهم أعتقد كان في شيء نقدر نتوقف فيه كثيراً حتى نعرف شو سر باعتقادي ما كان في شيء اسمه السوشال ميديا أعتقادي الآخر أنه اليوم الحياة صارت متطلباتها أكثر بكثير من السابق يمكن إن شغلنا أكثر من قبل فعشان هيك صار الواحد مش ملاقي وقت أصلاً لعيلته فيمكن كمان بطل ملاقي وقت لأصدقاء وهذا الشي بعضنا شوي عن بعض أنا بوافقك بالرأي تماماً خاصة أنه اليوم أنت بتحكي عن متطلبات لحياة تاعت الشباب خاصة التحديات اللي بيعانونها الشباب الفلسطيني اللي أنا أقصد هنا الشباب الشباب والشابات ذكوراً وإناثاً فأعتقد إنه متطلباتهم كبيرة جداً من ناحية تأمين لمستقبلهم اليوم بعدهم شوي عن العلاقات اللي كانت في السابق حميمية جداً فصاروا يتوجهوا أكثر حتى يحدوا من مشكلتهم مشكلة البطالة مشكلة قضية إنه توفير التعليم وكيف أنا بدي أوفر قصة جامع معين حتى إني أستمر في تعليمي قضية تفكيره في الزواج وتأهيله قضية كيف بدأ أؤمن شكتي المستقبلي بل هل هل هاي الأمور اللي إنت عم تحكي فيها مش لازم يكون فيه صديق يمشارك معاه هاي الهموم؟ أعتقد الصديق أيضاً الموجود هو بعين نفس الإشكالي ما هو بالضبط إنه إحنا يعني هو عنده همومه وأنا عندي همومه إذا أنا ضليت حابس همومي لحالي وعم بحاول أتحداها لحالي يمكن ما رح أقدر قد ما يكون عندي صديق هو يشاركني فيها حتى لو ما بدوش يساعدني ولا بفكرة المهم يسمعني أنا قلت أول حلقة إنه الصديق كيف الأهالي كانوا يتوجهوا للصديق أعتقد إنه ما كانوا يتوجهونه إلا إنه عارفين إنه ما فيه أي حواجز بينه وبين ابنهم أنا معك تماماً إنه اليوم فيه الصديق يعني قريب جداً جداً من الآخر ولكن السوشال ميديا والتحديات الأخرى حدت كثير من موضوع التواصل والاتصال المستمر أنا حاب أسأل ستة ثائرة دافتنا لليوم إحنا يعني السيدات إننا خاصية معينة بالصداق صحيح أنا بحسها خاصية يعني حساسة كتير حلو إنه يكون إننا أصدقاء نفشلهم قلبنا لما نتعب نروح عندهم نغير جو يعني قديش هالموضوع بهمك أنت كسيدة أم لبناتك الله يخلي لك إياهم وقديش مهم كمان يعني أنك تشجع بناتك على اختيار أصدقائهم يعني الجيدين في الحياة أول إشي شكراً لكم للاستضافة مفهوم الصداقة مع العمر الواحد كل ما مر بالعمر بتغير وبندج زي ما كل إشي بنضج عنه مع الوقت هو بصير بتحس إنه صديق هو مرئة للإنسان مش بمعنى إنه هو نسخة عنه بمعنى إنه ممكن يكون لك الإنسان ميت صديق بس كل صديق هو مرئة للجزء من روحه بشاركه جزء معين ممكن في صديقة إلي بحب أضحك معها صديقة إلي ما أتوجع بروحلها صديقة إلي بحكي لها وأنا ما بخاف بس كل الإشي الوحيدة اللي بجمع الميت صديق هدول اللي مش ممكن إنه خلينا أحكي ما أنتنازل عنه هو الحد الأدنى عشان يكون في صداقة هو صدق اللي هو بطلع منفقة ما هو صدقه هو نوع من أنواع الصدقية أو بنبثق عنها نحن نحب نروح نتحك مع أحد أو نحب نروح هو هاي فعلاً اللي عم يصير حالياً بس ما بحس إنه لازم يكون فيه حدا واحد عارف كل إش بحياتك عشان يقدر ينصحك صح؟ عشان يقدر يشوف يكون مرايتك فعلاً بالحياة صح؟ هلأ عشان أجابك من إحنا أطفال بتبدأ الصداقة تكون شخصيتنا يعني كثير أشياء بشخصيتنا إحنا نكتسبها من أصدقائنا سواء كانت سلبية أو إيجابية نتعلم كيف نستنى على الدور نتعلم كيف نحكي أسرار بعض نتعلم كيف نأكل سندوشات بعض كيف ما نفسد على صحابنا للمعلمين حتى ونفسد أو ما نفسد يعني كل هاي الذكريات هي اللي بتبني الصداقة صح؟ بس أنا بقول مرات خطر أنك أنت تعتمدي على الإنسان سواء كان هذا الإنسان صديق أو زوج أو أب أو أخ عشان كل حدا إلو مكان كل حدا إلو جزء جواكي بس هات الخطر يعني هو بكمن فيك أنت داش أنت بتكوني حذرة داش أنت بتكوني تفعلتي مع الحياة بطريقة سلبية وإيجابية بس ما بعرف أنا دائما بيكون عندي خلاف مع الناس اللي بتربط وجود الناس بحياتها بالحاجة لأنه أي حدا أنت محتاج لإله في موضوع معين فهو رح يخضي لك فيه لأنه هو مش موجود علشان يعبيه لك هاي الحاجة الناس لازم تكون هي مستقلة بحد ذاتها عشان تلاقي الناس الصح على جميع الأصعدة حتى في العلاقات الأسرية حتى في العلاقات الصداقة إذا أنا ببحث عن حدا عشان يكمل نقص عندي فهو يعني هو شخصية مستقلة هو برضو بدو حدا يكمل نقص تاني عنده فممكن أنا أخذه صديق وهو ما ياخذني صديق الفكرة دائما بالكمال إنه مش شرط تكون حاصر حالك دون فشخصي يعني عادي يكون في عندك عدة شلل هاي الشلة الهادية والشلة المجنونة والشلة اللي انت بتعيش معها على البساطة والشلة هيك الاتيكات أنا ما بعرف أنا مع أنا في عندي كتير شلال بحبهم شلت المدرسة وشلت الجامعة وشلت الجامعة وشلت كل حدا إله أنت وزينا عندكم تفاوض حلت نكون يعني شوي صارحين أكتر أعتقد أنه في فروق بين الجنسين بمعنى المسئولية الملقاة على عاتق الشاب غير المسئولية الملقاة أنا بحكي في وقت الشباب والنضوج غير الملقاة على عاتق الفتيات أنا كما أسلفت سابقا على قضية اليوم الشباب بحاجة لأنه يؤمن مستقبله طبعا فيه إله شريك صديق وما شابه ويعني أنا أهم من كل هذا الكلام كيف بدي أفرك ما بين الصديق وما بين زميل العمل الشلت بالضبط وما بين يعني أصدقائي اللي هم في كورس عمل معين في تعليم بين الصديق أنا أعتقد الصديق اليوم ما بتربطه إطلاقا مصالح معينة إطلاقا ما بتربطه فإذن هو بتوجد في بعض المعايير اللي بتجدهتها ولا بأي حدا آخر معايير الحق والصدق والعدل ولا نحكي عدم وجود الحواجز بين الطرفين التواصل النفسي التواصل الروحي أنا أعتقد هو أنت كيف صار عندك في الصديقة الفلانة صارت أكثر من أي شخص آخر تربطك بينها وبينك مشتركات كثير أعتقد العامل النفسي اليوم العامل النفسي هو الأهم من أي شيء آخر أنا ما روحت حكيت لك كل أسراري وما فتفطلك على إشكاليات اللي ممكن تعاني منها سواء بالوسرة سواء بالشغل سواء بالدراسة أو أي شيء في المجتمع إلا لأنه في طابع نفسي بيني وبيني وبين الشخص الآخر بحي يفهمني على أنه صحيح بس أداش بتحس الثقة حاليا يعني مثلا زمان كان كل واحد يكون عنده أكثر من صديق إحنا حاليا في كتير ناس ما عندهوش أصلا ولا واحد صديق نحكي كصديق مش كصحاب يعني آه ممكن يكون عندي ميت صاحب أنا بالحياة بس الصديق هو اللي بيعرف عني كل شيء أداش بتحس أن الثقة حاليا عندنا في المجتمع مفقودة الصحيح مفقودة حتى نكون يعني أنا لا بلاش يزعلوا أصحابي أنا باش عاليا في صداقة في الحياة وفي كتير ناس قدعان قد الصحبة وقد العشرة وقد الهموم وقد كلمة كل كلمة أنت حكيتوا إياها وقد كل سر أنت أمنتوا عليها يمكن أكيد في فرقات يعني دوما أنت ما بقدر أتعمم ولا قاعدة بس إنه نظلم هذا العصر ونقول إنه ما فيه أصدقاء بتخير كتير ناس رح تزعلها بجزء بس أنا في في فكرة كتير مهمة بجزء الكلام وأنا بعتذر إني أطعتك لازم نحكيها والفكرة الفروقات إنه ست يعني ثائرة حكيت إش كتير حلوة إنه الفرق بيكون إنه بين الرجل والمرأة إحنا بحاجة أكتر للحدة اللي يشكيلنا لأنه عقلنا مركب على أساس إنه الألم مربوط في الثان فإذا ما حكيت ما فرغت فما رح أدرك إنه هذا الصديق هو اللي قدر يحافظ على سري الرجال أنا قرأت إنه العكس ممتاز أديش إنه أديش إنه أديش إنه أديش هو بيكون قادر يقعد مع حدا يعطي مساحة مساحة الصمت اللي لازمته أديش هو كان واثق فيه أكتر يعني أديش يعني بالفعل حتى وإحنا من ربي والولاد لازم نفرق بين لما أنا تعامل مع ابني وأكون دادله على صديق معين أو هو ما بحكي إلا إذا عرف إن رح يلاقي حل عند هذا الصديق وكل ما أقع عند حلول كل ما أصبح صديق المفضل نعم نحن العكس نحن بناشو فقط نحن نحكي نحكي ليه ! لاحظ يسمعنا بالضغط أنا هاي اللي كوندي أوصل له أنه في الفروقات اليوم بين الجنسين هي فروقات سيكولوجية وفسيولوجية شي طبيعي هذا بالإنسان اليوم إذا بدي يكون بينه وبين الآخر معين بدي يكون على بعض المشتركات اللي بينه وبينه أنا ما بحكي لأنه ما فيه ثقة لا 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 إطلاقا الثقة موجودة والثقة حاضرة واليوم يعني الصديق يعني أنا ممكن أقرب الأصدقاء إلي ممكن صديقي وأخي يعني هم أكتر شيء أقرب اللي ممكن أنك تشاركوا بعض الأمور بعض الجوانب اللي أنت بحاجة أنه حدا يشاركك فيها ولكن أنا أعتقد أنه الرجل اليوم أو الشاب بتطلع للصداقة للمصلحة العاملة أو الشخصية لإله أكتر من الفتاة بمعنى هو بدي توظف هو بديه كده فهو بنمي بصداقته اللي كانت موجودة بالسابق حتى توصل لأوجهة مثلا هاي صحبة مش صداقة مدرش نحكي عنها صداقة مطلقة أصلا ممكن تكون صداقة طفولة أصلا لا بس الفرق يعني هايك الفكرة أنه احنا بنفكر أنه هاي مصلحة بس الرجل يعتقد أنه الصديق هو صديق المصلحة يعني صديق اللي بلاقي عنده الحل الصديق هو اللي بيقدر يكون مثلا يشاركه وياه في اللعبة تشده هذا هو الصديق لأنه يعني إحنا بنحكي في إحنا الصديق هو اللي بيحفظ السر هم ما بيحكوا إحنا بصراحة نعتبر أنه ممكن يعني الصداقة بمعناها الأخوة الأخوة أنا أعتقد الصداقة تتقوى إذا كان في مصالح مشتركة وتبادلية ومنافع بين وبين الآخر كيف رأيك ستثائرة أنت مع التوجه؟ هذا نحكب فيه بعلم الاجتماع إنه الرجل بيطلع على علاقة الصداقة إنها قوة مصدر قوة لإله الرجل بيطلع عليها إنها هي بتمكنه بتقويه اجتماعيا اقتصاديا فهي مركز قوة لإله بينما المرأة بتطلع إنها هي استمرارية لمشاعرها إذا ما كانت مجدانيا بيعطفتها رادية ما بتقدر تكون بهاي الصداقة يعني الرجل بيختار خلينا نقول الأصدقاء حسب مكانتهم بالمجتمع حسب وضعهم الاقتصادي بتلاقي إن الرجل ممكن يروح لهذه المسار في الحياة إنه أنا مصاحب فلان عشان هو ذو نفوذ ذو سلطة بهذه المواقع يعني يمكن مش بنية خلينا أحكي مش بنية المصلحة أدما هي باللا شعور يعني هو غريزيا رح يروح للأقوى للأحسن نحن كلنا عنده حل له قوة عنده الحل له والقوة آه يعني هو بالآخر يعني بيطلع منفعة من العلاقة إحنا مجرد ما إيحدا ترتاح له يمكن يكون أضعف منه يمكن يكون هو بيحاجتك حتى لو يعني بيطلع على منفعة يعني لو أنا عندي مثلا كذكر عندي صديق مش قادر مثلا يعطيني أي إش بالحياة لأنه مثلا وضعه المادي مش منيح وضعه الاجتماعي خلينا نحكي مش منيح ما عنده مكان في المجتمع ببطل صديقي لا ممكن أكون بنبسط معاه بس بالآخر لازم يكون فيه منفعة يعني على الأقل أضي معاه وقت يعني على الأقل يكون رابع بالشدة يعني بتخيل هذا صديق ضم محبوب الستة إرا نفسها تكمل رملة حرام عليكم برجع بحكي لما أنا بناتي بسألوني كيف نختار أصدقائنا بقولهم كل العلاقات يعني معظم العلاقات تنفرد علينا إحنا ما بنختارها من نخلق من لاقيها حتى إبنا وأبونا قرب الناس لإنا لكن أصدقائنا هم اللي نختارهم فإذا إحنا ما كنا مرتاحين في العلاقة ودايما بقول بالفعل هو الصديق مراي مراي بمعنى إنه بتركك على راحتك بتركك زي ما أنت بمشاكلك بضعفك بخوفك بكل نقاط ضعفك وأرقى أنواع الصداق أنا بعتبرها مع العمر اللي أنا هلأ حالياً بديت أشغل عليها هو صداقة المرء مع ذاته لأنه قد ما تكون الإنسان إلى الأصدقاء إذا كان هو مش مرتاح من جوا محاله ومش حاصل على هذا الاتزان والتوازن بضل إشي ناقصه مش بمعنى إنه يستغني عن الناس بس بمعنى إنه يصير هو عنده القوة إنه يعطي أكتر وإنه يحس بقيمة الأشياء أكتر فبالوقت اللي بيصير بالفعل الواحد وصل لمرحلة وعي كافية وخلينا أقول الفرق اللي بيحكوه علماء نفس بين العقل واللي هي الماين والبين يعني الإشي أبعد من إنه بس الإشي اللي براسنا هو حتى تجاربنا اللي متشاركها مع الناس يعني إذا أنت صديقتي أو جارتي فأنت كمان أنت بتصرفاتك وصلوكك معاي كل يوم هو جزء من كياني بتذكر اشتغلنا عبحث بمخيم جنين على عملية إعادة الإعمار كتير قصة أثرت فيي كنا قاعدين مع أم شهده أم شهيد وكانوا هم عاملين لما عادوا الإعمار عاملوا مكان جديد يعني منطقة سكنية جديدة عام عشان يخففوا الاكتذاث اللي كان موجود في المخيم ففي ناس كانوا موجودين في جزر المخيم في المركز وطر يروحوا على المنطقة الجديدة اللي هي خارج حدود المخيم فبتذكر واحدة قالت لي أنا فأدت ابني الشهيد وكتير توجعت بس بعد ما صحيت تذكرت إني كمان فأدت جارتي اللي كانت تدق على هذا شباكي كل يوم الصبح بتشرب معي الأهوة وهذا الأشي كمان وشجعني كثير فكانت يعني هذا جزاء من نهارها هذا النشاط الصغير اللي بتعمله كل يوم بغض النظره سلبي وإجابي يمكن بجيبو سيرة الناس يمكن بس كان يريحها كان يعطيها يعني قيمة إنسانية عالية فبتهيق لي إنه الصداقة هي أنا بني رأيي قديش الإنسان بنضاج قديش بسير يتطلع على الأصدقاء اللي بيقدر يرتقي معهم لأشي سامي يعني أنا مش بس أنا بحبك بقضي معك وقت نضحك مع بعض بس مع الوقت التقيت معك مرة مرتين وعشرة بس أنا فعليا محلي ما حسيت حالي عم بطلع مكان أو بطور أو بنتج أو عم تعطيني إشي يغزيني روحيا لحالي بصير الأبعد دكتور أمجد حابة أسألك سؤال هلأ إحنا كنسب عمش إذا أنتم بتوافقوني أو لا إنه إذا في عنا صديقة عن جد قريبة مننا وفي يوم الأيام وستطل مرحلة الجنون أو العصبية وهي مضغوطة جدا بحياتها إحنا بنستحمل نستحمل إنها تيجي تفع فينا بنستحمل إنها تيجي تحكي إيش ما بدها وتخبط الدنيا وبعد كل هاد يعني ممكن نتركها ساعة ساعتين نرجع نحكي كطبيعي ولا كأنه في إشي ولا كأنه مرأة فيها بالعكس أسألها مالك أنتو كرجال هل أنتو بتستحملوا إنه حدا يجي مثلا يفاع فيكم أو مثلا يجي يحكي لكم أي حكي وتعتبروا أنه ما صار إشي هذا عندي العنصر النسوي أنا أعتقد إنه لا إحنا مش لها الدرجة بمعنى إنت كدش كنت مضغوط أعتقد بتصير يعني يعني لغة الصمت عند الرجل هي الدائمة بمعنى إذا حتى كنت زعلة مدايا من أي شيء أنت بتفضل إنك تسكت أكثر ما إنه تحكي هذا عكس نحكي العنصر النسوي أو الشابات اللي 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 بتحاول تعبر بكل ذاتها بالكلام ما أعتقد إنه توصل لهذه المرحلة إنه لأنه مش صديق مستحيل يكون صديق ويكون هيك هذا الانفعال لخارج منه لصديق آخر مهما حصل شوفي الصداقة مش معناها ما فيشي خلاف ولا نزاع لا 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 أصلا من شروط الصداقة إنه في خلاف من شروط الصداقة إنه في عدم فيهم لوجهات النظر في مواقف معينة ولكن صديق شو يعني الصديق هو اللي بدك تلاقيه في وقت معين في زمان معين وهو تعتبره السند الحقيقي إليك بعد الأهل السند الخطي بس معلش أنا بدي أحكي فكرة على هذا الموضوع يعني أنا لما تستعرض هلأ بالفيسبوك والسوشيال ميديا الشباب كيف بيكونوا يحكوا مع بعضهم كتير يقراب سببات طول الوقت بسبعوا بعض مع إنه بالعلاقة كتير قريبة بس إحنا حبيبتي بنوري عيوني فهذا عكس تماما يعني إحنا كتير من جامل بعض بالعكس أنا بحس إنه يعني بيطلعوا مشاعرهم بطريقة أخلية قول بالعكس تماما يعني هم يحبوا بعض عبية بس ولا ممكن شاب يأتي يقول له بحبك بس إحنا منقدر نيحكي حبيبتي اشتاقت لي صحيح بس إحنا حتى النساء بقولوا لك إذا حد حكت لك حبيبتي ومنورة ونحفانة هذالة ثلاث كلمات فمعنا هي مصاحبتك بتاتا مصديقتك بتاتا بتضحك عليك أما صاحبتك الحقيقية اللي بتيجي بترك مثلا يشي دب مثلا يعني حتى إحنا للصبايا بحس إنه هاي أشياء برضو بلشت عنا تكلم بس حلو كمان إني أحكي لصاحبتي حبيبتي وشتاقت لك صحيح بمكان هي حد ما زادت اللي بأصدقاء حلو أحكي لبنتي بحبك حلو أحكي لأمي بحبك بس في كل مرات عن جد يعني أشغالنا بتخلينا إنه ما نشوف أصدقائنا لفترة فبس تشوفيهم بعد خلينا نقول شهر تلتقي فيهم حلو إنه يشتاقت لك أو أنا كمان وبجزا هاي برضو من الفروقات اللي بين الذكر والأنثى يعني الذكر بجزا أنا بحب هاي المواضيع كتير فقارة فيها شوي هيك الذكر بحب قدرة تعبيره عن نفسه أعلى من الأنثى الأنثى دائما تستخدم الكلام المموه في التعامل مع الناس يعني هي مثلا ممكن إذا كانت هي وصاحبتها في إذا كان هو صديقه في مشوار يالله أمنا نأكل يعني ناش نأكل غصبا عنك نان أمنا نأكل أنا جوعان بس إحنا جوعانة تأكل تأكل هم عندهم قدرة أكبر في التعبير عن نفسهم فهذا بيخلينا إحنا كمان يعني منطقة الراحة عندنا الأذن هما منطقة الراحة عندهم العقل هلا باعتمد يعني ما منقدر نعمم يعني أنا حاسة إن عم نظلم في سراحة سواء عندي المرأة وعند الرجل في علاقة تقدري تسبيها وضلها تحبك وفي علاقة بتضطري جاملي وإلا بنقضى عليك يعني فسو حسب اللي قدامك هل لازمت هاي العلاقة إنه لازم أجامل ولا بتنقض عليك في مرات علاقات مثلا زمالة شغل مفروضة عليك تضل فيها احترام أبس أنا عم بحكي عن الصديق ما بدي الصحب لا صديق ما بطر أجامله أنا معاه حقيقية ما بطر أجامله إذا حكيت بحبك ما أنا بحبك بكون حاسة إلي محتاج أحكي بحبك احكيت نوعا اشتاقت لك أشتاقت معاك انا أحب أحكي كمان نشرنا أنا أصر التبرير غير موجود بين الأصدقاء يعني ما بصير أنا دع أحكي لك هكي لأنه أنا كذا وكذا وكذا الفكرة إنه أنا بحكي وغنما أحملهم وخلص أنت تفهمني بالضبط إنه مش أنا رجعت لك هذيك المرة أحكي معاك أنت ما رديتي علي فأنا بدي أقعد أبرر لا 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 ما في مبارن أصدقاء أي علاقة صديقة تبرري حالك فيها بتصفى عبئ وليس تضاغب صحيح هي عن جادة تدخلي أنت بمتاهات بيئ مع ذاتك بتصير متعبة وعبئ عليك بس أنا بدي أحكي كمان إنه إحنا كل علاقة في إنسانية محتاج الواحد يكون صديق فيها صحيح مع أمنا لازم نكون فيه جزئيا صديق يعني مع بنتي أنا إذا ما كنت صديقتها باللحظات ما بكون حاسة إنه العلاقة مكتملة أو واعية حتى مع زوجها الواحدة حتى مع أي إنسان إذا ما كان فيه جزئيا خمسة في المئة عشر في المئة خمسة في المئة ما بعرف قدائش حسب الأفراد يعني بس بتصير العلاقة فعلا مميزة طب في كتير سؤال كتير عم بدور فراسي هلا قدائش الصحبة بتختلف من بين تفكير الرجل وتفكير المرأة طب كيف تزبط عنا علاقات إنه يكون الرجل والمرأة أصدقاء لبعض لأنه مهرب وسالب لأنه بحاجة للصمت هي بحاجة للكلام فهو عنده مرحلة الصمت وهو عنده قدر على الاستماع خصحلت لك إياها يسمي بس لا أنا بعتقد الرجل ما عنده بتاتا قدرة على الاستماع أو مثلا ممكن آه يعمل حاله عم بيستماع إليك بس هو أبدا ما بيكون بيستماع إليك لأنه رح يميل مش رح هيكون يمركز معاك وإحنا ما بيهتش بحصيل فكرة لا 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 مش على إطلاق الأمر لأنه بطبيعة النسائية بتحكي كثير بالمعنى أوكي أنا بسمع بحاول أبنى أسمع أنت أحد من خلص لطاقة أنت أحد من خلص لطاقة وهو أكبر دليل إنكم ترحوا أكثر مني بس أنا قصد إنه حسب الموضوع إذا الموضوع فعليا طارق ومهم ومشابه لا يسمع بكل جوارحه ولكن إذا الموضوع أنا بتحدث من أجل التحدث ممكن يكون هو يعني بيقرأ ممكن يكون قاعدة السوشيال ميديا ممكن كده آه ممكن ما يعطيش انتباه بس أنا بصحيح بديش أمرك على نقطة مهمة جدا يعني بهمش بدي أعود شوي لورا ذكرت زميلة العزيزة على قضية إنه تعبير الشباب مع بعض بالشتم لا هيك أنا بيدخل بالثقافي بمعنى أنا لن أسمح لبقرأ ابني ولا أخوي ومشابه إنه لما يتحدث مع صديقه يكون اللغة الدرجة بينه وبينه هذا الكلام لا 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 إطلاقا أنا أعتقد إنه أوكي الصديق عيوبه مش موجودة بالنسبة للصديق مش الزميل صحيح يعني أنا صديقي العزيز والمقرب مهما أخطأ بيجني دايما أنا محامي عنه لأنه أنا مشايف عيوبه إنها عظيمة هذا الصديق الزميل لا ممكن أزعل وممكن إنك تلف وجهك كذا يوم وما شابه هناك فرق فرق بين الصديق اللي أنا بشاطره كل شيء وبين الزميل اللي وقت محدود معاه في وقت العمل أو وقت أيا كان اللي نشترك فيه هذا الشرع نحن كمان سألنا الشارع الفلسطيني عن هل بتشوف إنه في إلك صديق مقرب إله يعني بتحب إنك تحكي معاه هل يوجد لك صديق مقرب فعلا بتحسه قريب من روحك بروحهم نسمع آراء المشاركين معنا في التقرير الصديق يعني هو زي الأخ السد السند يعني اللي بقدر أعيش بدون صديق هو مش بني آدم يعني هيك بنظري هاي والأنتي بحب أحكي له إن شاء الله كل يوم وإنت معي يا صاحبي وهي كمان واحد وإن شاء الله منظل إخوة الصديقة مثل الأخوات وإحنا يعني ما أعتقدش إنه في حدا في الحياة بقدر يعيش بدون أخوة يعني الصديقة هي كل شي في الحياة طبعا عندي أصدقاء كتير وأنا بوجه لهم التحية والله يصعدهم طبعا طول حياتهم لأنهم كانوا دائما معايا ودائما وقفين بحدي يعني سواء كان في فرحي سواء كان إنه أنا مكنت حزنانة فبوجه لهم التحية أكيد وبشكرهم طبعا إنهم هم بفي حياتي وبالتوفيق لإنهم والله يسعدهم إن شاء الله أطول حياتهم أكيد لا فيش أصحاب بس إخوة أكيد عندي والله الله يوفقك ونجحك في الدنيا إن شاء الله أعتقد صعب كتير إنه الواحد يعيش بدون صديق يعني بيحتاج بكل أمور حياته بيحتاج حدا يفضله صعب صديق سواء كان من الأهل أو حدا براني بس يعني صعب يعيش بدون صديق فأنا إنه ما بيقدر الواحد يعيش بدون صديق عندي عندي كتير أنتي أكتر من حدا بحكي لهم إنه بحبكم كلكم إن شاء الله مضل صحبه على طول طبعا لأ يعني الأصدقاء هم ملح الحياة في الدنيا والواحد ما بيقدر يعيش دون أصدقاء لأنه بدون ناس الواحد ما بيسوا ما بيقدر يعيش ليش بيعيش الواحد بدون ناس بدون أصحابه أكيد وفي إخوة زي هدوة اللي قدامي أكيد الله يوفق بحياته إن شاء الله إن شاء الله بنكبر سوا بنطلع سوا ونكون كلياتنا في أعلى المراتب ومنضل لبعض طول العمر إن شاء الله لا ما بيقدر أعيش بدون صديقة عشان أنا ما عندي يعني خواتب جيلي فأنا إنه بحاجة لحد أفض فضله حدا أقضي وقت حلو معه كمان مثلا أنا عايشة بالسكن مع صاحبتي وأنا وياها كتير صعبين زي الخوات فأكيد ما بقدر أستغني عنها بحكي لها إنه بحبها وأنا دايما موجودة عشانها وبس ورجعنا لكم مشاهدين ومكملين معكم في برنامج أناستونا وبهاي الفقرة حابة أطرحها على الأستاذ أمجد هل بالفعل يكفي إنه يكون للإنسان صديق واحد فقط والباقي أصحاب ولا لا يكفي اللي بتحدده أنت مش أغيرك بس أعتقد إنه كل إنسان ما بقدر ينحكي فضفة لكل أو يعني ما يختلج بمشاعر ومن مشاكل وما شبه بصدره إلا لواحد هذا أكيد بمعنى أعتقد إنه إذا كان واحد متزوج ممكن تكون فعليا صديقته العزيزة هي زوجته ففعليا إذا كان فيه تناغم بالعلاقة أعتقد إنه هي اللي راح تستحوذ على لما يتدايق منها لمن يروح يشكي لا هو إذا إذا اتدايق منها أعتقد إنه ما بيكون من إشكالية وحدة أو من زعلة وحدة إنه ممكن والله يروح يفضفض ورجعنا تشكيك إنه ما بشكي على زوجتك صعب 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 إنهم يشكوا لأيا كان ممكن إذا تشكي تشكي لأختها لأنا عارف إنه راح تعود العلاقة بينها وبين زوجها فهي ما بدها حتى يعرف أي شيء سلبي في بيت الزوجية وهذا شيء جميل وشيء رائع وأعتقد إنه حتى السوشال ميديا كان إلو يعني إلو علاقة بإنه حسن بعض الأفكار اللي موجودة عند الشباب بشكل عام إنه آها يعني بالأول والآخر أنت صديقك وشقك الآخر ونصف الآخر هو زوجك أما أنا يعني حتى لو ما كانتش الزوجة يكفي صديق واحد حتى إنك تشاطره كل شيء ممكن إنك تعدد عنها في ناس العكس تماما هي أختت السوشال ميديا إنه هي كصديقة وتنشر كل شيء جواها فعلا لكل الناس حدين بالضبط فإذن أنا بقدر إني أستخدمه وحشان هيك يعني حتى أنت تستغرب بعض الأصدقاء هم مش أصدقاء هم أصدقاء سوشال ميديا بمعنى هي في مشاعر قاعدة تترجم على السوشال ميديا ولكن حقيقة المشاعر مش هون فعليا وين حقيقة المشاعر؟ أنا ممكن صديق واحد اللي أنا ممكن أعبر له عن كل شيء يعني باختلاج داغلي أو صار عندي أي إشغاليات ستغرب وجوز أنت ضد التعميم؟ بالضبط ضد التعميم وضد التخصيص وضد التصنيف وضد كل هاي الأشياء أنا بعتبر كل إنسان حالي خاصة كل إنسان حتى السوشال ميديا في ناس تتعامل معها بطريقة صحية في ناس تتعامل معها بطريقة مرضية في ناس كتير تستفيد منها أنا شخصية عملت علاقات كتير يعني بعتست فيها من خلال السوشال ميديا اللي صديقات لها لأ ما ألتقيت فيهم بس بعضهم فكريا نلتقينا يمكن مش زي الناس اللي بشوفهم بعض بحكي معها إذا بتقدر يتوثقي فيهم اه إذا بتحسي بالراحة واللقاء الفكري اه يمكن مش تشكيلهم هو الصداقة مش بس أضل أشكي أو أفطفت الصداقة إنها إيش حدا يعطيكي قيمة معينة إذا أنا بعطيني قيمة فكرية أو برتقفية أو أنا وياهم نقدر نعمل إش سامي في هاي الحياة فهو صديقي وأنا بعتست فيه أما الصداقة اللي أنت حكيته السؤال قبل بين الرجل والمرأة هذا سؤال كبير وقنبلة اجتماعية بصراحة ومع السوشال ميديا كمان كتير بدها محددات وكتير بدها وعي وكتير بدها صراحة مع الذات وصدق لأنها مش إش سهل أي إشي بنعمل ممكن تكون مش مقبولة مجتمعيا عن بعض ناس عندي كتير ناس مش عن بعض ناس عندي كتير ناس وحتى يعني هلأ إحنا مريب بأولادنا بسألونا هذا السؤال هلعا جد في بين الشاب والصبية صداقة كتير لازم تكوني داهرة بالك إنه أي شاب أنا بأتمنه إنه بنتي تكون صديقة لإله أي بنت كمان أنا يعني كمان بس أنا عندي يعني أنا عشان قاطعك بالحديث أنا عندي صديق طبعاً رجل صديقي جداً 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 أنا عندي أصدقاء شباب عندي أصدقاء مجموعة كبيرة شباب وبعتز فيهم وفي منهم ناس يعني أنا مدينة لألهم في مواقف معينة وفي لحظات معينة ما بنكر هاي بس بحكي إنها هي بحاجة لواعي من الطرفين وبحاجة للمحددات كثير أنا وانفيتها ولا رفضتها بس كمان ما بقدر أجي أنا أفتحها هيك وقول يالله آه مسموح خدوا راحتكم في كثير يعني في مسؤولية عالية بهذه الصداقات يعني والعلاقات وهي ترجع على الثقافة زي ما ذكرنا في أول حلقة وزي ما تحدث معه مجتمع في الأسرة بمعنى يعني أنا ما بتقبل كثير أن يكون في صداقة بين الجنسين شخصياً ما بتقبل أن يكون في صداقة كثيرة ما هو ليس؟ أنا أعتقد أنه ممكن لا 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 أعتقد ممكن موضوع ده نحن ندخل على موضوع تاني ولكن ممكن أنا بدي مني خدمة معينة أنت تلبي ليها ولكن شو معنى صداقة نحن نتحدث بحلقة عن الصداقة الصداقة بمعناها كل شيء مترابط نفسياً وسيكولوجياً وبيني وبين الآخر صحيح فإذاً لا يمكن أن يكون بين الجنسين هذا الكلام صحيح بالنسبة إلي لا 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 استمح لي الصديق ليس ضروري يكون بيشبهك صحيح بس ضروري يشبهك في جزئية معينة أكيد ليس ضروري أكيد ليس ضروري هذه المشقة أنت ما تصادق مجموعة منهم لما تروحها لبيتك يمكن ما تحمله معك هذا الصديق بس بهذه الرحلة هو كان صديق إليك شاركك وتجربة معينة كان قريب منك بأفكار معينة صحيح ورفيق يعني مش صديق أنا شحبي رح نظل مختلفين الموضوع أكيد جدلي وكل حدا عنده تجربته الخاصة وكل حدا يمكن أن نقارس من صديق أو يمكن نجحت علاقته مع صديق فنحن نوجه تحية لكل الأصدقاء اللي موجودين لنا وفي حياتنا ومنتشكركم شكرا لكم شكرا لكم على وجهكم معنا سيد أمجاد واس ثائرة شكرا لكم إن شاء الله تدوم صدقاتكم وعلاقاتكم الطائرة شكرا لكم شكرا لكم فضائية نجاح ومن تقدم للتقدم إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم صبايا بحلقة خاصة عن الأصدقاء أحبت إن أقدم لكم هدية مفاجأة مني لإلكم فخلونا نتابع هذا الفيديو وبعدها نرجع لكم معكم مشاهدينا نغوم حبيبة قلبي اشتقت لك كتير أحيانا صنف الحياة والشغل تشغلنا عن بعض بس أنا وياك المرة المسافة بعادتنا عن بعض الغربة مش حلوة بدون صحاب بس أناك تيجي عندي أمريكا مش هننسيع مع بعض لأن صياعة بدون صحاب ما فيه بحبك كتير ياسمينا صديقة الصدوقة وأغلى إنساني بحياتي بدون أمروحي أنا كتير كتير اشتقت لك وكتير من بسطة أني بعد شوية حقلت إيفيكي بعد غياب أسبوعين أو تلافع بعرف أن الشغل بععدنا وشوية لها أنا عن بعض بس دائما بالألب ودائما أكتر إنساني بحب أشاركها لحظات السعيدة والحزينة أتمنى لك التوفيق والتقدم برنامجك من أرواع البرامج اللي بتابعها حاليا أتمنى لك التوفيق والنزاح يا أغلى إنساني بحياتي هاي مراح هاي مراح كيفك؟ ميحا أنا لين صاحبة مراح إلنا صحاب تقريبا 22 سنة كنا مرأنا بكل إشي مع بعض بالمدرسة وبالجامعة وبكل إشي ومرأنا بأيام كتير أيام حلوة وأيام زنخة شوي بس لهلا إحنا كتير صحاب وولادنا صحاب بنتي والسيد مازن صح؟ وإن شاء الله على طول ومراح بتجنني ومزيعتنا مزيعة الشلة الرهيبة أحبي الله يوفقك ومم محبك بل الله ما محبت مم أكيد أنا بتشكر وفاء ورواند وليه يلي ساعدوني أعملكم هاي المفاجأة كل وحدة كانت في مكان مختلف تماماً عن وجودنا اليوم فسرعيكم بالمفاجأة انت كتير حلوة صراحة صراحة تودا بمعتي؟ انا اعكيت للي انك حاطعي انا كتير استقعت لوفاء صراحة بباوجه لها تحية وبالها ان انا كتير استقعت لك وشانا نحكي الغربة بجزة يعني رواند من هي صديقتي للصدوقة احنا صاح عنا مجموعات كبيرة من الأصدقاء بس رواند هي الإنسان الأقرب إلي في حياتي وبالفعل هي يعني حكيت إشي كتير حلو حبيبتي رواند انا ادماغ بنا ادماغ بنا بنرجع من من اول لحظة بنا فيها شو مراح؟ انا لين يعني صديقتي الطفولة والحياة بعدتنا من الشغل بس يعني هاي الانسان اللي عنجد لما يعني وقت عرسي كانت هي الانسانة الوحيدة الموجودة وقت ولادات التنتين كانت هي أخرج من العمليات على ايها موجودة وقت اي اشي كنت يعني بحاجة الها هي تكون موجودة اشربتت من الموت عجد يعني وبنتها زي بنتي وابني صديق ابنتها فكتير يعني عنجد علاقتنا كتير حلوة وقديش يعني هي مالهية بشغلها وأنا مالهية بشغلي وبعائلتي وهي مالهية كمان يعني بأمور عائلتها بس لازم يعني انه مهما يعني خلينا نقول بعدنا نرجع منلتقي بنفس النقطة اللي تركنا فيها بعض فيعني لين من الصديقة اللي يعني صديقت السنين على رأي الناس قبل ما نحكي اي اشي انت بتعرف انت حدا صديق عندي فانا حدا كتير بحبك ما تقولي لي عمتي مفاجأة اعطوا ما حدا كنبيع تبسط الفيديوهات لا 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 انا بحكي باسمي انا انه انا كتير بحبك وانه انه انه من الناس اللي وقفت جنبي في كتير مراحل في حياتي فشكرا اليك وشكرا لما صدقتك خجلتوني انا كنت كتير مبسوطة انا لتخمت مش عارفة شولي احكي يعني بس اكتير كانت مفاجأة انا مابدي صاحباتي كمان يزعلوا انه هم ما طلعوا بالفيديو وصاحبتنا لين كمان لين يعقوب اللي شركتنا على الفيسبوك في كومنت ما لحقنا اليوم نقرؤه سم كنت كتير مبسوطة انا عارفة من الصديق المقرب لكل واحدة فيكم مع انه احنا مقلنا بنعرف بعض كتير بس انا من خلال هاي الفترة اديك كانت وجود صاحباتكم في حياتكم ادي انتوا كنتوا مثلا مبين انه انت صاحبتك رواند وانت صاحبتك لين انت صاحبتك وفاء هذا شي بيعطي انطباع عن الحلقة تبعتنا لليوم انه كتير حلو يكون في عندك صديقك المقرب مرايتك اللي الناس بيعرفوك فيه وبيعرف كل اشي عنك ولما تقول له تعال دعمل مفاجأ ولا مقلب في صديقك يكون يقول لك على طول انا معك ما في اي مشكلة فانا بوجركم تحينكم تقبلتوا هاي المفاجأة شكرا بكم شكرا بكم شكرا بكم بس يعني قبل ما نختم بجوز هيك كلمة سريعة في نهاية الحلقة هو بالفعل صديقك مش الانسان اللي بيشبهك في كل اشي ولا الانسان اللي تحكي له كل اشي ولا الانسان اللي انت محتاج له علشان عندك نقص باشي صديقك هو الانسان اللي تتشابه في القيم عشان هيك انتوا سعيدين لكن تختلفوا بكل اشي إلا في صداقتكم صحيح صحيح فهذا يعني بتخيل هذا هو معنى الصداقة الحقيقية وهذا الاشي اللي ممكن تلاعنا فيه من كل من كل حالاتنا طابت أوقاتكم صبايا ويسعد مساكم ويسعد مساكم أكيد مشاهدينا وبنتمنى لكم دوما دوام الصداقات الصحيحة والحقيقية واللي انتوا بتحبوها من جواتكم وكل التحيية للكم لأصدقائكم إلى دقاء مع السلامة موسيقى